هنا المملكة أهلا بكم في هذه الإطلالة على تداولات بورصة عمان في جلسة اليوم الأربعاء الموافقة الثامن من أيار 2019 بلغ المؤشر العام مستوى 1800 ونقطتين بارتفاع المؤشر العام بنسبة 1.37% أيضا هذه الألوان غابت عن بورصة عمان لفترة طويلة تقريبا وبالنسبة أيضا لأحجام تداول كان هناك شيء استثنائي خلال الأيام الماضية نتحدث عن 6 ملايين و555 ألف دينار اليوم نتحدث عن 38 شركة رابحة وخسارة 24 شركة فيما استقرت 23 شركة نذهب الآن إلى الشركات الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا لهذا اليوم الأربعاء نبدوها بالشركات الأكثر ارتفاعا بنك الإسكان وصل سعر سهم إلى 5 دلنير و77 قرشا بنسبة تغيير وصلت إلى 7.44% إعمار لتطوير العقاري 20 قرشا أيضا بنسبة ارتفاع 5.4 النقطة تقريبا الأردن الأولى أيضا 23 قرشا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4.54% رم للوساطة أيضا نتحدث عن دينار و38 قرشا بنسبة ارتفاع أيضا وصلت إلى 5.54% بشكل عام أفتيك القابضة كانت من الشركات الأكثر انخفاضا لهذا اليوم 39 قرشا بنسبة تغيير انخفاضا وصلت إلى 4.87% الإحداثيات العقارية أيضا 20 قرشا بنسبة انخفاض وصلت إلى 4.76% الصلب دينار و69 قرشا انخفاض 4.5 تقريبا ديرة أيضا 64 قرشا تقريبا أيضا نتحدث عن انخفاض وصلت إلى 4.47% أهلا بك خالد روالع المحلل المالي معنا خالد بداية سنستعرض المؤشر العام اليوم نتحدث عن 1800 ونقطتين عدنا أعلى من 1800 إن شاء الله عبدالله ارتدادة إيجابية في جلسة اليوم وجلسة أمس أيضا استعادة قوية جدا لمستويات 1800 نقطة كما أشرت في المقدمة وأيضا أن المؤشر العام خلال يومين اليوم وأمس عبدالله استطاع استعادة 40 نقطة من خسائره التي فقدها بعد وصوله إلى أدنى مستوياته تاريخيا تقريبا منذ عام 2004 يعني وبعد ملامسته تحديدا مستويات 1759 نقطة في بداية الأسبوع الحالي هناك مؤشرات معينة أدت إلى هذا الارتفاع يعني معظم الارتدادات فنية وأساسية عبدالله ولكن يعني يعتبر الجزء الأكبر فنيا يعني هو سبب الارتدادة حيث أن المستويات الأسعار وصلت إلى مستويات زخم وتشبع بيع كبير خلال الفترات القادمة هذه مؤشرات يعني إيجابية عبدالله للمؤشر العام بنك الإسكان اليوم أيضا أحد الشركات الأكثر ارتفاعا الأكثر ارتفاعا ويوم أمس كان الأكثر ارتفاعا عبدالله بأعلى نسبة تغير خلال اليوم بأكثر من 7% بعد هبوط قيمته بالنسبة لبنك الإسكان والذي سهم حقيقة بانخفاض الأسعار وكسر مستويات 1800 نقطة خلال الفترات الماضية وخسارت تقريبا حوالي 20% من سعر السهم في السوق ستة ملايين ونصف أيضا أحجام التداول اليوم أيضا ارتفاع في حجم التداول يعزز الارتفاع حيث أنه فنيا أيضا عبدالله ارتفاع حجم التداول متزامنا مع هذا الارتفاع الكبير والارتداد الإيجابية في المؤشر العام للبورصة يعطيه يعني زخما أكبر ونتمنى المحافظة والاستقرار على مستويات 1800 نقطة يعني وصولا إلى مستويات 1900 نقطة واستردادها نعم أيضا سنذهب بقصة السهم اليوم إلى الملكية الأردنية يوم أمس تحدثنا عنها ولكن اليوم هناك المزيد من التفاصيل خالد خالد نتحدث عن المشتري كما ذكرنا شركة إدارة المساهمات الحكومية إذن الحكومة أو ذراع الاستثماري للحكومة في الأسهل هو الذي قام بالشراء نعم كان تفاصيل الصفقة عبدالله قد تحدثنا أمس بشكل موجز تقريبا عن الصفقة ولكن اليوم قد ظهر على موقع شركة بورصة عمان كان هناك إفساح رسمي من قبل شركة الملكية الأردنية طبعا شركة إدارة المساهمات الحكومية قد تم التنفيذ عبر مناقلة عن طريق مركز إداع الأوراق المالية بنقل ملكية للحكومة بثمانية مليون وثمانمائة وسبعتاشر ألف سهم بقيمة الصفقة خمسة عشر مليون وثمانمائة وسبعين نعم فسعر التنفيذ يكون بهذه الحالة دينار وثمانين هذا ما نربطه عبدالله بالاتفاقية الموقعة في عام 2015 والذي كان هناك قبل أن نصل إلى الاتفاقية وتطلعنا على بعض التفاصيل فيها يعني سعر التنفيذ إذن الحكومة اشترت بدينار وثمانين قرشا سعر السهم من شركة منت تريدينج التي هي للمستثمر اللبناني نجيب ميقاتي سعر السوق اليوم 34 قرش هذه الفجوة كيف يمكن أن تفسر هي تفسر عبدالله بالاتفاقية التي وقعت بين الحكومة والبائع يعني شركة منت تريدينج ميدل إيست بتنفيذ الصفقة على هذا السعر وكان مبرر الحكومة أنا ذاك عبدالله بمنع تصفية الشركة تصفية إجبارية لأن الخسائر المتراكمة قد وصلت فيها الشركة بأكثر من 75% من رأس مالها وكان لزوما بحكم القانون تصفيتها وكان هناك مطالبات أيضا من البائع بتصفية الشركة يعني بسبب خسارته بالاكتتاب العام الذي حصل عام 2007 بشركة الملكية الأردنية خلال الاكتتاب العام البائع اليوم اشترى في ذاك الوقت الساهم بي؟ تقريبا عبدالله كان سعر الاكتتاب لم يخلني المعلومات هي ثلاثة نير كانت الاكتتاب العام يعني أيضا البائع اليوم هو خاسر لقيمة الاستثمار التي وضعها في البداية حتى على هذا السعر فكان مبرر الحكومة هو إقناع هم من كبار الملاك عبدالله بالتصويت لعادة هيكلة شركة الملكية الأردنية وعدم التصفية حيث قامت الحكومة فعلا بعادة الهيكل وإطفاء الخسائر وتخفيض رأس المال وثم زيادته وصولا إلى 274 مليون سهم كرأس مال للشركة بعد الصفقة تصبح الملكيات وتوزيعات الملكيات عبدالله الآن نلاحظ أن الاحتمام حكومي واضح في الشركة ومحاولة تحسين المؤشرات المالية لها نعم طيب 82% إذن لشركة دارة المساهمات الحكومية للحكومة نعم و5% أو 5.3% تقريبا لمؤسسة الضمان الاجتماعي الاتفاقية في ذاك الوقت شملت الضمان الاجتماعي ونجي ميقاتي نعم هي مؤسس ضمان الاجتماعي شملت مؤسسة ضمان الاجتماعي الذين اكتتبوا كاكتتاب عام كطرح الملكي الأردنية في عام 2007 وأيضا شركة منت تريدينج ميدل إيست وأيضا مساهمين آخرين عبدالله قد قاموا بالاكتتاب ولكن التركيز هنا على كبار الملاك وهم مؤسسة الضمان الاجتماعي ومنت تريدينج أي أن الاتفاقية تشمل أيضا مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الموضوع في موضوع بأن إدارة المساهمات الحكومية ستشتري أيضا من الضمان الاجتماعي نعم هذا بحكم الاتفاقية الموقعة في عام اليوم الخمسة بالمئة لمنت تريدينج فعليا اليوم هذه الخمسة بالمئة قائمة قاد عن الخمسة عشر بالمئة التي باعتها لشركة المساهمات نعم هي قائمة ما زالت بعد تنفيذ الصفقة عبدالله وهذا ممكن أن يكون هناك الشراء على مراحل من قبل شركة إدارة المساهمات الحكومية لباقي الحصص وسوف تظهر فيما بعد تفاصيل أخرى ربما حول تنفيذ صفقات بهذا الخصوص يعني تغير جذري في هيكلية ملكية الشركة نعم نلاحظ أن هذا ما يشير إليه نسب الملكية الحكومة عبدالله في شركة الملكية الأردنية اهتمام واضح وزيادة الحصة إلى تقريبا أكثر من ثمانين بالمئة وتحسن ليرادات الشركة ربما أيضا في الربع الأول يعني نأمل أن يكون هناك تحسن كبير في نتائج الملكية الأردنية نعم وهذا ما نأمله جميعا لأننا نتحدث عن ناق الوطني اليوم أيضا خالد سنستكمل البحث في القطاعات التي نتحدث عنها القطاع اليوم هو قطاع التأمين بشكل عام خلال الربع الأول من 2019 نتحدث عن سبعة ملايين دينار أرباح مقابل ستة ملايين وثمانمائة ألف أرباح خلال الربع الأول 2018 نعم نسب متقاربة جدا نسب متقاربة ولكن تحسن عبدالله بمقدار تقريبا مئتين وعشر ألاف كصافي أرباح بالنسبة لقطاع التأمين وارتفاع تقريبا بنسبة ثلاثة بالمئة كصافي أرباح في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الربع الأول من عام 2018 يوجد 21 شركة مدرجة في القطاع عبدالله كما نعلم أن الإرادات تأتي من الأقصاط المكتبة ومطروحا منها حجم التعويضات قطاع التأمين يمتاز بالتذبذب عبدالله حيث أنه ممكن أن تكون يعني هو لا يتبع لقطاع المالي بالاستقرار هو لا يعني يوجد تذبذب في أرباح الشركات المدرجة في قطاع التأمين حيث أنه يعني هو يعتمد على الأقصاط المكتبة وحجم التعويضات ويكون هناك دائما فروقات وتحرك بالنسبة لأحجام التعويضات تحديدا نعم لذلك نذهب إلى صافي الأرباح وصافي الخسائر في القطاع بشكل عام سنشاهد بأنه هناك أرباح 7 ملايين و212 أيضا هناك خسائر بقيمة 160 ألف تقريبا 167 ألف عبدالله هو إجمالي معظم الشركات رابحة هناك شركتين خسرتين في الربع الأول من العام 2019 فقط مقابل باقي الشركات بقيمة إجمالية للأرباح كصافي أرباح ب7 مليون و212 ألف يعني هو صافي الأرباح ارتفع عبدالله بتقريبا 210 ألف وبنسبة 3% تقريبا نعم هذه الأرباح لم تنعكس على كل الشركات كما ذكرت ولكن أعلى الشركات الرابحة في القطاع نتحدث عن الشرق العربي للتأمين التأمين الإسلامية والقدس للتأمين هذه أعلى ثلاث شركات ربحية في القطاع نعم هي معيار التصنيف هنا عبدالله ربحية السهم الواحد بالنسبة للشركة الشرق العربي للتأمين بصافي ربح مليون و973 ألف دينار وربحية السهم الواحد العائد للمساهمين 9 قروش تقريبا في المرتبة الثانية التأمين الإسلامية بتقريبا مليون دينار كصافي ربح في الربع الأول وبربحية السهم الواحد 7 قروش القطس للتأمين 395 ألف وبربحية للسهم الواحد خمسة قروش إجمال القطاع عبدالله العائد بشكل عام لإجمال القطاع على رأس مال القطاع بشكل عام هي ثلاثة قروش أو ثلاثة بالمئة لإجمال القطاع التأمين نعم أيضا نذهب إلى الشركات الخاسرة بشكل عام بيع جالف الذي فيه لتأمين أكثر الشركات الخاسرة وتتبعها الأردن الدولية للتأمين نعم حقيقة هي 146 ألف وتقريبا 20 ألف على التوالي عبدالله هما الشركتان الوحيدتان الخاسرتان في هذا القطاع نعم خالد رواب على المحل المالي كنت معنا شكرا جزيلا لك يا هلالله عبدالله حالا بيك مشاهدين إلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه الإطلالة على تداولات بورصة عمان لهذا اليوم موعدنا يتجدد بكم غدا في نفس الموعد إلى اللقاء